في بلد لا يستحب فيه التعبير عن المشاعر علناً يعبر الشباب الكوريون الجنوبيون عن حبهم من خلال ارتداء ملابس متشابهة من القمصان إلى الجوارب مروراً بالملابس الداخلية أظن أننا سنستمر بارتداء ذات الملابس حتى بعد إنجاب الأطفال وهذه التجارة ستتطور على المدى الطويل وقد تبنى بعض الشباب في اليابان والصين هذه الطرق من أجل التعبير عن مشاعرهم لكن الكوريين الجنوبيين هم الأكثر حماسة للموضوع أما في ماليزيا فقد نددت السلطات الدينية بعيد العشاق باعتباره مناسبة لفساد أخلاق الشباب والإفراط في شرب الكحول وعمليات الإجهاد فأغلبية سكان ماليزيا التي تضم 28 مليون نسمة هم من المسلمين السنة كما أن 20% منهم من البوذيين و10% مسيحيون ترجمة نانسي قنقر